السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وسهلا بكم في اللقاء ومصار طبعا لو انت جديد هتمنى الشتراك في القناة فعلا كرس هبلك تيفيد عشان نوصل كل الناس حالاتنا ان شاء الله النهاردة ازاي تقدر تنشي الزغلون من اول مرة افضلية افضلية سهلة ومصار طبعا معنا برضو كحورا مصطفى في الماس اول وقت بقرة هيطلع في الضغل عام الوقت برضو هيتكلم برضو كلمتين عشان مصطفى عنده خبرة في النش الزغلين عني انا في الفرخ بحب الفرخ عن اللاش تمام؟ ليه بقى انت الفرخ يعني الفرخ نمبر وان اللي وانت لازم تفرض عشان تقدر تنشي الزغلون عشان تعمل الزغلل على ايدك وتقدر كليش ركم واحد انت عشان تلقدر تنشي الزغلول حول تجيب الزغلول كلها من مكان واحد واول ما تجيبهم تكون مطلق لهم الخمس بتاحهم تمام؟ الخمس بتاحهم لازم يكون نظيف ويكون كويس وتروش بمية وكلور او بفنيك او ازام انت عايز. امام? واما صلى عالنبي. تدخل الزغاليل فيه وتسلق بسمي الله. يعودوا بالزبط هيكلوا في الخمس بتاحهم لمدة كام? لمدة 3-4 ايام بالكتير. و 3 ايام بالزبط تفتح لهم الخمس تحت الشبكة. تفتح لهم الخمس تحت الشبكة. ده رقم ايه? رقم اتنين. رقم تلاتة تفتحهم بقى على جوع. تفتحهم على جوع 4 يوم. لو انت ه tightening 3 ايام تحت الشبكة. 4 يوم هتفتح لهم وتفتح الشبكة. تمام? بس حاول انت تفتح لهم الخمسة الاول تحت الشبكة. يهول اول. وبعد ما يهو وفتح الشبكة. تمام? بعد ما يهو وتفتح ايه? الشبكة. كيف انت مبدأك يا احمد؟ تماما رجالة? ليه بقى? عشان ما تجيش انت تفتح الشبكة مرة واحدة. وتفتح الزغاليل من الخماس. تجي تقص تلاق الزغاليل عما ليدها. تلاق الزغالة منك او فرد يهوح امام ايه هو كلام من دوت انت اطلقت كده غلطان تستخدمه يقع منك لا ما بتخبه تعلمش عن نفسك بنفسك تمام هم يهوط احت الشبكة الاول وبعد ما يهوط احت الشبكة تمام يفتح لهم اقعد لهم بقى زي ما هم براحيتهم كده بس عينك عليهم اول يوم انت رجل احلى معاه تطلع فيه للزغليل تطلع فيه الساعة تابعة السبعة بتطلع هم يدوب ساعة او نص ساعة وكل ما اتقرب يعنى كل ما اتأخر مسلا الساعة ستة الصبح الساعة سبعة الصبح الاحدى عشان ما يكونش في حد جنبك يزودك بتدينهم معاد معاين اكلهم كلفة بتدينهم مسلا يعني ايه تكلهم مسلا كوباية مسلا زيديت مسلا العشرة الزغلي بياخدوا مسلا كوبايتين بياخدوا كوباية على حسب ما انت بس حاولنا تكريفش الزغليل اوي عشان الزغلي متطلعش فيها جهد اللي هي تطلع بتعمل مشاور دي في اول مرة عشان الزغول طلع عمل مشاور وكلام من دوت ممكن الضرب من دوت او حد حطته ممكن الضرب من دوت تمام؟ نبص بقى عن خمسة مع بعض كده انا بتعملي ازاي واول ما بستقبل هتحمام بستقبل هتحمام بستقبل هتحمام ازاي تمام؟ معانا ايات هوت؟ معانا مصطفى؟ اخبار النشا مصطفى فيش حواشات؟ مايش اصاصة يبتد بخمسة زي دوت ده مسعلا خمس ستين في مية وستين تمام؟ طبعا اعمل المسند اللي جوه دوت عشان المسقة تتحطي جوه عشان الحمام ما يجيش يخو يعمل ايه زبلة في المسقة بتاعته تمام؟ دول الشبابات بتوعي دول اللي احنا بدأنا معاهم راح من نوم بتاع الزغل الحلسة مصطفى؟ راح منهم محلس بس يعني الوزار اللي كان فيهم اللي راح مش اشكال عادي تمام؟ بس بعد كده نبتدي ايه مع بعض بعد كده هكون انا واقف في الزاوية هنا انا هكون اوقف في الزاوية هنا والزغلل هتكون واقفة فاين على القرنة البعيدة تمام؟ وأحاول انا من نظار ابص عليهم حاول ما تشكل شوية هش 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 ماتهش هش هش همام وراء هتقول انا ههش عشان هحمام ييجي الوقت او مصطفى لو يزغلوا الركب لا سيبوا يجب الوقت لو انا كراشت اللي هيحصل اتضيع اخواته وراء اخواتها يروحوا يحطوا فن يحطوا جنبه تمام؟ برضك معان احمد اهوت احمد بيتكسف من الكامرة تمام يا رجالة اياد ومحمد ومصطفى تمام يا رجالة بعد كده انت هتعمل ايه؟ تسبت بقى الكامرة تانى ونتكلم مع بعض بعد كده انت بسلا بيتلوم معاد بمدة شهرة مسلا او اسبوع اسبوع اللي هم اطلعوا الساعة سبعة بتطلعوا مسلا الساعة سبعة بعد ما خلاص طلعوا الساعة سبعة تطلعون ساعة حبستهم اكلفهم نص ساعة جابهم بعد ان اكلفهم تبص ده بيأكل كويس؟ اه ده ما بيأكلش اشوفهم ما بيأكلش اللي لقيت فرد فيه تعب بسرعة ما بيأخدوا منهم حطوا في اخر الدينة او تمشيها مش اشكال والزغلول واحد ممكن يضيع لك اتراحة الزغلول كلها يعني انا كان عندي بالزبط اول الغية القادمة تمام؟ حول الساعة بتاع الغية القادمة تمام؟ زي ما انتشوفت الغية القادمة الغية القادمة ده اول ما بدأت فيها بدأت فيها بخمسة اواربهان ساغلول بسبب ساغلول كورك عط ساغلول كورك عط المهم اقولت ام تمدخل على الساغلول مع بعض قلت انا احب حال ينحنا ما يشكله اوحام كنتش عرف ده ساغلول اي اصلا ما يشكله اي انا قلت امكين اه بيقلش حد يجا ينسكه من رئابته كنا كان عندي بتاع الحركة 10 سنة و 15 سنة كنت لسه برضو في النشي على قد تمام؟ جيت وسيته معه كسما بالله العظيم ما فيه فردة حرومت بقى اللي هو ده بسبب ايه بسبب اهمالنا بسبب ان انا مش فاهم بس انا غصبا عني انا مش فاهم حاجة ما كنتش متفرجل اول على حد ازاي او اطلع لدوت اقول له انا عايز اعمل كده والكلام دوت مكانش في الكلام دوت خلص تمام؟ اه بعد ما بتدهم اسبوع طبعين ازنين تبتد ايه تمسك مسلا ايه عصير صغيرة تمام؟ وخبط لهم ايه على الظهر خطة صغيرة كده هون خبط لهم خط ايه صغيرة كده عم بس مش تروح هش هش وتمسك الشوارة والكلام دوت تجي تبص تلاقي الحمام وراح منك تجي تقول لي انا اللي غلطت لا انا مغلطتش انا بفاهمك المعلومة صح تمام؟ وقال لها مصطفى مصطفى المهم مصطفى يقول لكم اشتركوا في القناة وقام حاجة اللايك عشان مصطفى بيزعل صحة صحة؟ ازعل تبع انا اتجيب ده اشرب اصحة صحة بس يا جدعة بس يا جدعة والله هادي اشرب منها بس ايه حلوه امضيفة والله هقول لنا عزيزي المصطفى بيشرب منها الوقت حتى مصطفى انا كيقول لسه كالف لو مصطفى مبرح في المكلة بتبصر على الصفقة ما شاء الله مصطفى في الاكلة ما شاء الله بس بصراحة كده يعني بيطلع بيمسق معايا بنكلف مع بعض لو رايحين السوق المهم مع بعض برضو كاحمد اللي كان لو مصطفى اللي انتو شفتوا الوقت نفس الحكاية بيجي معايا ياد لسه برضو بيطلع بيطلع معايا محمد نفس الحكاية لسه صغير برضو يعني ايه الغية برضو مش ايه مش خدوا حات على طول لا هي واحدة واحدة تمام؟ طبعا بنركع لموضوعنا نش الزغلول والكلام دوت تمام؟ معنا ما بنش الزغلول ااا تبتدي هش 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 لغاية بقى ما يفقتكوا بقى تمينات وثلاتات تبتلهم بقى معادة طهر تمام؟ تبتلهم معادة بالطهر بعد جمع ما يبتدوش شبابات العاصر ياخدوا مشاوري ياخدوا كلام من نوت خلاصه ياخدهم معاكلام من نوت ونت تعرفت بس اول حاجة بقى تخش بقى ما تجردهم حاول تجردهم تجردهم مع خصم لبقى ما تجردهم مع خصم خل لي مسلا انت معك 15 حمام او 20 حمام خل لي مسلا هو مسك 5 اتفضل 15 انا عايز ال 15 دول انا مش مشكلة الخمسة اللي تمسكوا كده كده اي غاوي بيعمل حمام لناش بيتمسك منه بيروح منه يبقى انا عايز الحمامة كامت يعني لو عملت طراحة زغلين فيها 10 زغلين لو واحد قعد انا عند الواحد ده بالعشرة الواحد ده عند بالعشرة عايز الاصاصة هون بداية ناشي الزغلول انت بتبتدي ازاي يعني انا ابتديت اللي انا اول ما بستلمس الزغلول اول حاجة بعملها معا بها هيقله الخمس بتاعه الخمس الخمس خارطية بتاعته بعد كده تبقى هيقله ان هو يطلع على الظهر وينزي لا انا قبل الظهر هو في الخمس بيعود قدقى في الخمس انا بقول بيعود تلت ايام تلت ايام لا اسبوع ماشي اسبوع اسبوع عشان لو فهو مبتدأ تمام تمام بعدها تبدأ بقى ترجع اسبوع كمان مثلا اه تحت العرق تمام هيقله ان هو ياكل في الارضية شوية في الخمسة شوية بس الاحسن اللي انا هاكل في الخمس عشان ما كونش انا في النضارة تكون انت مستعجل عايز تكلف الزغلل اللي عايز تحبسهم تراملهم اكل في الارضية يوم الزغلول لا هو هيحبس هو هيحبس بس هيتعب هو مش هيتعبني هو هيحبس بسرعة عن الخمس لو انت عودته على كده بس المشكلة لو انت الوقت غييتك جمي والزغلول حط عندك لو انت رميت له كشوات كلفة في الارض ايه اللي هيحبس هيحبس عنه هو اتعود على كده انت طلبة الزغلول انت علمته اللي انت تكلفه في الخمس لو الزغلول حط عند حد وهو ايجا يرميله شوية كلفة الزغلول هيقوم حصلت معايا حصلت لو في الدكورة كبيرة كان الدكورة تحط ارميها شوات كلفة تحمس دكورة تانية تحط ارميها شوات كلفة تفلق بسبب ايه بسبب صاحبه اللي عمل في كده انت بواسته الاحسن اللي اتتعود يكلف في باب انا باكنف الدكورة في بابها اتتعود بعد ما يطلع اقفل الباب اقفل البابين في وشهم يدهمهم ما ياخدوا دورة خلاص ومسكوا الكلام ده وقربته مفتح لهم التانية وحطت الشاورة وكلف ومشرق الببان الدكورة تحط ديه ده شوية تنزل في الاردها شوية ومفتحين الببان الدكورة تحبس ممكن تلقى دكار دكرين ما بيحبسوشها في الببان كرة رخمة. تبتدي اللي انت تمسك عنهم كلها. تبتدي اللي انت بصت وهم جاي قافل الشبكة وفتح الباب بتاعه وتحط له تكلفه في الباب بتاعه وتكترشه عن الباب بتاعه. هيحفظ. اه انا مسلا بنزل بنزل هنا مسلا انا بكنا مع الحمامة مش عدينة. وافتح الباب بتاعه. تمام? بعد ما بافتح الباب بتاعه. وحط له الاكل. حاول توريه الاكل وحاول تنديه صفارة معينة. الزغلول. اهم حاجة طبعا الصفارة المعينة الكلفة. عشان ما تيجي تكلفه. يكون هو عارف انت بتصفاره عشان اه عشان اه اه الكنف. اه. في صفارة معينة صفارة هادية. صفارة تكلفة. في صفارة تانية اللي انت بقولك امشي. الصفارة دي برضو بتدل عن اه. بتدل عن اه. الصقر بما بيجي. يمسك في الحمام. او يجي عن لقلك حمام. بيصرخ فيهم. هم ما بيخافوا من الصفارة. صح? اه. الايام دي مناشي يا اخبار وايا. اه. ما بيشناشي. ايه. هنعمل ايه. احنا نبوا من زرنا اخبار. المشكلة اللي لو قلناش. او مش. احنا ومالناش دعا بحد. المشكلة اللي برضو كل واحد افسه يعني يخش في مجال كويس. سيبك من مجال. يا عم خلانا خمس خلسين تغيير دي نخط مع بعض. انا حط شوورتي. مجدش شوورتي لما حمامي يقصد. صح ولا ما الصح. لأ صح. مش انا امسك معاك نكون كوننا مسكن في بعض. اجا بص لك بدر بفرد حملا. يا عم خليك انتخص. لو انت عاوز فرد حمامك اجيبوا اغناءات عندك. بس اسيبنا اتمزك من اه? من الناش. الناش ننطر واني في اه? في الغير. تمام. انت الوقت. انت حابب الناش عن السلاكة. انا عندي الناش شخصا بالسلاكة. هو حابب الناش عن السلاكة. انا حابب السلاكة عن الناش. ليه بقى? اه السلاكة حبيتها من صغري كنت جبت اه حمامتين ونهم ببضع عندي. حبيت بقى الكلام دوت. لكن وانا اصغير اما اكون تاجي. اطاير فرد الحمام كنت اجيبه النهاردة دانا يوم اطايره ما يجليش. كنت متخنق وغات ما كرهت الماش. امرت كده? طبعا اه مصطفى معنا هوت برضو كتكلم. بحكاية برضو ايام اه الصغر هو كانت بعمل ايه? يعني الحاجات اللي كانت بتحصل معاك ايه? يعني انت مسلا انت الوقتك وانت بتعمل ايه مسلا? في الناش. اول ما بتديت نفسي بتديتها ازاي? اول ما بتديتها بتديتها من على البابان. كنت راح اشتري حمام كبير وانتش اه انتفه. كنت اشتري حمام كبير وانتفه. تمام. وارجع سيبه عالبلاقانة. كان اللي بيقعد بيقعد وانو بيقعد. بس اكتر حاجة كانت بيقال انه بيحصل. لا اكتر حاجة كانوا بيقعد. عشان كنت اقفل البلاقان على ما. كان مقفل بديها مكنتش بتطيرهم. لأ. لأ انت بتهزر بقى مصطفى. لأ انا بتكلم في ايه مسلا انت اشتريت اول مرة اشتريت فيها زغلية. ايه اللي حصلت معا? اول مرة? اه. لا اه اللي بصلاة عن النبي كنت شاري عشرين زغلوم. بصلاة. اه لهم خمسة. بصلاة عن النبي.